السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكو جميعا ربي دايما تكونوا بخير انا ده ان شاء الله نتكلم على حلقة جميلة جدا وعند شخصية مهمة ممكن ما تكونش معروفة قوي ولكن لها جهد جبير جدا في الدعوة الاسلامية هنتكلم على مقاتل الساموراي او ريوتي ميتا ده اول من قام بترجمة القرآن الكريم للغة اليابانية كان رس حياته كلها للدعوة للاسلام وكان رئيس لجمعية اليابان الاسلامية وايضا غير اسمه لعمر ميتا بدل ريوتي ميتا بعد اعتراق الاسلام سنة واحد واربعين فيلا نتعرف على هذه الشخصية ريوتي ميتا مقاتل الساموراي ده اتولد لعائلة ساموراي العريقة سنة الف وتممية وتبانين وتخرج من الكلية التجارية من جامعة ياماغوتشي سنة الف وتسعمية وستاشر طبعا اتعرض لمشاكل صحية قدت للا هو لازم يسافر للصين عشان يتعالج وهناك بقى في الصين اعجب جدا بحياة المسلمين الصينيين وخلاه يكتب مقالة باسم الاسلام في الصين في مجلة يابانية مشهورة جدا وفي سنة واحد واربعين اعتنق الاسلام وغير اسمه لعمر ميتا بدل ريوتي ميتا طبعا كان معجب جدا جدا بسيدنا عمر بن الخطاب لذلك سمى اسمه عمر تيمونا بسيدنا عمر رجل الله عنه بدأ طبعا يدرس اللغة العربية وكلام ده امتى جماعة وهو يعني بيقارب الستين سنة وبعد كده سافر لباكستان وطبعا يعني قد فرد الحج الاول مرة سنة 58 وفي سنة 72 وبعد جهود يعني اللي استمرت حوالي 12 سنة كام بترجمة الكرآن الكريم للغة اليابانية لاول مرة وصدرت الطبعة الاولى في مدينة هيروشيما اه وطبعا بعد كده ده هو يعني بعد ما عمل هذا الجهد العظيم اتوفى سنة 1976 كان عنده ساعتها 82 سنة يعني عمل مجهود مش مثلا هو في العشرينات ولا في التلاتينات ولا في الاربعينات ولا حتى في الخمسينات ده في اخر اتناشر او خمستاشر سنة عمل المجهود ده اللي هو ترجمة الكرآن الكريم كله للغة اليابانية طبعا الشخصية دي ومش شخصيات زيها كتير جدا لازم يتم تصلية اه الدوق عليها طبعا دي كانت حالة صغيرة جدا لكن اعتقد اللي هي يعني مهمة وكويسة وبالمناسبة لقب ساموراي ده ده لقب بيطلق على المحاربين القدماء في اليابان تراكم الحلقة عجبتكم وما انساش اللايك والسابسكرايب والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة